اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أن رياضة الفروسية وسباقات الخيل تحظى باهتمام كبير ومتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ما جعل هذه الرياضات معززة لمكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي في هذا القطاع لما احصدها ابناء الوطن من انجازات متتالية في مختلف المحافل والتي هي محل فخر واعتقدير من الجميع جاء ذلك لدى تفضل السمو حفظه الله يوم أمس بحضور مهرجان رويل أسكوت الملكي لسباقات الخيل في المملكة المتحدة يرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمانا وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي رشد الفروسية وسباق الخيل وأشهد سموه بما يوله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من دعم بارز لرياضة الفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين مشيرا في هذا الصدد إلى ما حققه فريق فيكتوريوس بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من فوز مستحق في المهرجان لما قدمه الفريق من مستوى تنفسي مهنئا سمو الشيخ ناصر بمناسبة فوز الجواد بشعار فيكتوريوس بالمركز الأول في شوط أسكوت ستيكس ضمن المهرجان مؤكدا أن الرياضة الفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين وصلت لمستويات مشرفة بما يمتلكه فرسان البحرين المشاركين في المحافل الدولية من عزيمة عالية وقدرات تنفسية تؤهلهم دائما لحصد مختلف الإنجازات وقد هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الفائزين في أشواط المهرجان المختلفة متمنيا لكافة المشاركات البحرينية المزيد من التوفيق والنجاح من جانبه أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الفوز تمارة الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هي تشكل حضور سمو عاملا ودافعا لفريق فيكتوريوس في تحقيق هذا الإنجاز الرائع وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مهرجان رويال اسكوت يمثل علامة مضيئة في سباقات الخيل في العالم ويعتبر من أقوى وأعرق السباقات العالمية ويحظى دائما بمشاركة أفضل جياد العالم مبينا سمو أن الفروسية البحرينية دائما ما تثبت تميزها وفضليتها في المحافل العالمية ترجمة نانسي قنقر